ثورة حرية وكرامة أبا نظام الأسد إلا أن يرفقها بثورة جياع تغلي وتغلي في مناطق سيطرته وفي المناطق التي ادعى أنها حاضنته الشعبية بعد أن فقد السوريون أدنى مقومات الحياة في مملكة المال منهوب سوريا قانون قيصر لم يدخل حيز التنفيذ بعد ووصل سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات لم يبلغها من قبل ثلاثة ألاف ليرة سورية مقابل دولار واحد أي عملة ورقية عليها صورة بشار الأسد مع عملة أخرى عليها صورة أبيه بدولار واحد فقط وكان الدولار الواحد قبل عام 2011 يساوي خمسين ليرة سورية فقط انهيار الليرة السورية بدأ بشكل فعلي مع بداية الثورة عندما قام ضباط نظام الأسد وكبار مسؤوليه بتهريب الأموال ونهب البنك المركزي وتسارعت وطيرته بعد عام 2017 حتى وصل إلى أخطر مستوى له في هذه الفترة تداعية الانهيار الاقتصادي جعلت الجموع الجائعة تخرج عن عباءة النظام بتظاهرات غاضبة تطالب صراحة برحيل الأسد في السويداء ومدن الساحل كما أن مؤيدين نظام من فنانين وسياسيين بدأوا ينتقدونه علنا بعد أن صمتوا طويلا أمام مذبحة الشعب السوري أيام قليلة ويدخل قانون قيصر حيز التنفيذ ليتضاعف الانهيار الاقتصادي عدة مرات ثمن باهظ سيدفعه السوريون في سبيل الوصول إلى سوريا بلا أسد ليرى العالم كم هو حجم هذا السرطان الذي أبى أن يزول إلا بعد تدمير كامل البلاد ونهب ثروتها